اشتركوا في القناة تم رصد تشكيل عصابي تخصص في تهريب مخدر الحشيش ضربة أمنية نتيجتها 30 ألف طرب حشيش ووزن 6 طن بقيمة 480 مليون جني دي كانت مجرد البداية لكن اللي جاي كان أكبر بكتير المعلومات بتأكد أن التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم زائد كمية كبيرة من مخدر الهروي مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعودوا خسرتهم في القضية اللي فاتت فريق البحث حدت هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة أغلبهم أشخاص عديين من الصعب الشك فيهم الشواهد كلها بتأكد أننا دخلين على عملية كبيرة خلال مرأبة أحد أفراد التشكيل تم رصده باشتري سفينة سياحية متهالكة اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها مش متناسبة مع حالتها من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا لها وبعد تقنين الإجراءات رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دافع رباعي دخل من الضروب الصحراوية الاتصال بيأكد أنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكدوا وصول السيارات وتسلمهم للشحنة وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول أن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهروين عن طريق شاحنة من أحد المواني كانت تحدي كبير أننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصابي ونصبطها قبل ما تتوزع خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بتدور عليه وأهم موقع للتشكيل مكان اختروه بدقة من الصعب الوصول ليه رفعنا كل تفصيلة المداخل والمخارج والنقاط التمركز وحصرنا عدد الأفراد والسلح تضاريس الموقع كانت أحدهم ومرأبته كانت صعبة للغاية نظراً لوعورة المكان وسهولة كشف أي محاولات للإقدران مجموعات المرأبة قدرت خلال وقت قصير تأكد إن في مغارة داخل القبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدأة خلال عمليات المرأبات اشتبه أحد الضباط في شخص سبق رصده في قضية سابقة ومن خلال الكمين اتأكدنا إن بيانات بطاقته ومش صحيحة بعد مراجعة أرشي في الإدارة اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف وتأكدنا إن المتهم رئيسي في عملية تهريب سبقه وهارب محكوم عليه انتحى الاسم جديد وتم وضعه تحت المرأبة الدقيقة تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتغوق وتبطئ حركة القوات وتضاريس الصحراء الصعبة وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصاوي فاستعنى بقوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن المركزي وطنوي بالأمن المركزي واء وقوات الأمن المركزي وطنوي وطنوي اشتركوا في القناة 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 موسيقى غرفة المكينات وكبينة القيادة كانوا اهم هدفين لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام اشتركوا في القناة 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 استخدمنا خلال الاقتحام اجهزة متطورة ومعتمدة دوليا للسيطرة على المتهمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة